اشتركوا في القناة ابقوا معنا بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الأسد في طهران في عرينه هناك والرسائل التي يجب أن تقرأ من هذه الزيارة في الواضح ومن الواضح تماما أن هذه الزيارة هي نقلة استراتيجية في العلاقات الاستراتيجية بين إيران وسوريا وعموم محور المقاومة طبعا تأتي هذه الزيارة بعد سياقات عديدة لاحظتم في الفترة الأخيرة أن الرئيس السوري السيد بشار الأسد قام بزيارة اللافتة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة هناك أيضا تطبيع في علاقات تركيا العدو رقم واحد للدولة السورية في علاقاتها مع الكيان الصهيوني مع الإمارات مع مصر تحديدا ومع السعودية وهناك أيضا حديث يتردد في الأوساط أسأل تركيا عن مية أنقرة إخراج نحو مليون لاجئ سوري بين قوسين بصورة طواعية لكنها طبعا وفق السياقات ووفق الظروف الراهنة وموضوع إدلب يعني أنها العودة الإجبارية العالم يتغير المنطقة تتشكل من جديد وفق سياقات العالم بعد الأزمة الأوكرانية بعد العملية العسكرية الروسية الخاصة المستمرة في أوكرانيا الرئيس التركي نفس هذا الذي يعادي الرئيس السوري بشار الأسد وكان قد دعا إلى إسقاطه وإسقاط دولته ويدعم كل المنظمات الإرهابية التي تعمل أو عملت في سوريا ولا يتزال هذه المنظمات تتجمع في إدلب بشكل خاص وبعض المناطق القريبة منها لكن هذا الرئيس التركي أيضا يمد قنوات إلى الرئيس السوري بشار الأسد هناك حديث أنه طلب لقاء الرئيس السوري بشار الأسد لكن الرئيس بشار في الوقت الحاضر يتمنعوا لكن هذا لا يعني أن التواصل انقطع أو غير موجود بين على الأقل بين الأجهزة الأمنية والمخابراتية التركية والسورية لتصفية المنظمات الإرهابية الجواهخات التي تدعمها تركيا لعلكم تلاحظون في الفترة الأخيرة برزت هناك عدة عمليات اغتيال طالت قيادات بارزة من الإرهابيين في إدلب بشكل خاص الكثير من أصابع الاتهام وجهت إلى المخابرات التركية في تصفية هذه القيادات الأرهابية بالرغم من أنهم متعاونون مع بعض حصل هناك خلاف فيما يتعلق بالتطبيع مع القيادة السورية هذه القيادات الأرهابية ترفض مسألة التطبيع وتصر على ما تسميه بالثورة السورية والمقاومة وغير ذلك من المصطلحات التي حاولوا استغلالها فيما يسمى بثورات الربيع العربي لإسقاط هذه الدولة السورية التي تشكل الخط الأول في المقاومة والصمود أمام الكيان الصهيوني طبعا قيل الكثير عن زيارة الرئيس بشار الأسد إلى الإمارات وأن ما لم يحصل عليه يعني العدو أو أعداء سوريا من سوريا عن طريق الإرهاب عن طريق الآل العسكرية يريدون أن يحصلوا عليه عن طريق الدبلوماسية عن طريق التعاون الاقتصادي إعادة البناء وإبعاد سوريا عن الجمهورية الإسلامية وعن محور المقاومة وأنا قلت لكم أنا ذاك إخواني وأخواتي أن الرئيس السوري بشار الأسد لأنه رفضه أن يدير ظهره للمقاومة وللجمهورية الإسلامية بشكل خاص جوبها بما يسمى بثورة الربيع العربي وأرادوا إسقاطه كما فعلوا مع ليبيا لأن ليبيا أيضا كانت قد دخلت في صراعا شخصي حتى شخصي آنذاك مع الملك السعودي آنذاك عبدالله بن عبدالعزيز وذكرون في القمم العربية وفي إحدى القمم العربية تبادل التلاسن الذي حصل القوي بين عبدالله وبين الزعيم الليبي الراحل المعمر القذافي أخ حمد أهنيك بتوليك رئاسة القمة وبهذه المناسبة أقول لي أخي عبدالله يعني ست سنوات وأنت هارب وخايف من مواجهة أخ مامر ما تخاف بس بقولك بعد ست سنوات ثبت أن كنت كذبه رأك والقبر قدامك وأنت هل صنعاتك بريطانيا وحاميتك أمريكا ومن احترام للأمة وأعتبر المشكلة للشخص الذي بيني وبينك وأنا مستعد لزيارتك وأنا كنت أزورني أخم عمر رجاء رجاء نقطة نظام وعميد الحكام العرب وملك ملوك أفريقيا ومكانتي العالمية ما تسمح لي أن ننزل لأي مستوى آخر وشكرا هذه الزيارة الآن إلى سوريا إلى طهران عفوا لا تعيد فقط ترتيب الأولويات أتحدث عن الأولويات هي تعزز وتكرس وترسخ العلاقة الاستراتيجية بين إيران الجمهورية الإسلامية وبين القيادة السورية لكنها في نفس الوقت تعيد ترتيب الأولويات قواعد اللعبة روسيا صحيح روسيا دولة قوية وتعرف جيدا عندما دخلت إلى أوكرانيا أنها يمكن أن تستمر طويلا في حرب طويلة قد يريدها الغرب والناتو والولايات المتحدة حرب استنزاف للقيادة الروسية لكن روسيا مستعدة في نفس الوقت روسيا أيضا فيما يتعلق بأولوياتها أيضا تريد أن تحرك الورقة السورية لصالحها تعرفون جيدا الكيان الصهيوني يقوم دائما باعتداءات للأراضي السورية تطال الأراضي السورية والرد الفعل للسوريا والمقاومة الجمهورية الإسلامية على الاعتداءات السورية تتم وفق قاعدة من قواعد الاشتباك تحافظ عليها أو تحافظ على العلاقة أيضا مع روسيا هي الإيرانيون المقاومة يردون بطرقهم الخاصة لكن وفق قواعد الاشتباك الراهنة قبل الأزمة الكورانية الأوكرانية كانت يعني العلاقة مع روسيا تحكم الكثير من مثل هذه الردود الآن الروس لاحظوا في الآونة الأخيرة أن الكيان الصهيوني ظالع حتى النخاع في الأزمة الأوكرانية ولاحظتم التلاسن الذي حصل بين وزير الخارجية الروسية السيد لاغروف والكيان الصهيوني فيما يتعلق بالدماء اليهودية التي قال أنها كانت عند هتلر وكان يتحدث عن النازية الجديدة الموجودة في أوكرانيا وبالتالي صحيح الكيان الصهيوني لا يريد أن يبدو وكأنه يؤيد مباشرة أوكرانيا في هذه الأزمة لكنه يضخ ويدعم بطرق مختلفة القيادة في أوكرانيا للتأثير في هذا الصراع لصالح الماتو والولايات المتحدة الأمريكية فمن وين تجي جرة الإذن للكيان الصهيوني من قبل القيادة الروسية من سوريا شلون من سوريا لاحظتم يعني قبل أيام نقل موقع اسمه موسكو تايمز يصدر من داخل موسكو العاصمة الروسية أن هناك تحرك يعني هناك بعض التبدل في المواضع العسكرية في سوريا لروسيا قامت روسيا بسحب بعض قواعدها أو قواتها وأخلتها وطبعا الموقع لم يتحدث صراحة لمن سلمت القيادة الروسية هذه القواعد تحدثوا على الأقل عن ثلاث قواعد عسكرية روسية في سوريا لكن الصحف الصهيونية في داخل القيان الصهيوني أصابهم القلق فقالوا أن هذا الأمر تسلمتها هذه القواعد إلى إيران وإلى قيادة حزب الله قوات حزب الله لبنان في سوريا بغض النظر تسلمت ما سلمت أنتوا لاحظتم في الفترة الأخيرة حديثة سيد القائد آية الله العظمى السيد علي خامني عن الاعتداءات الإسرائيلية وقال بأنه مضى ذلك العهد أضرب وأهرب لا لا نحن سنرد وسنرد فورا والقيادة العسكرية الإيرانية دائما ما تتحدث عن ردود والمعركة كما تلاحظون السبرانية وغير السبرانية مفتوحة على قدم وساق ولاحظتم حتى في الفترة الأخيرة أن هناك طائرات مسيرة إيرانية من لبنان من غير لبنان كانت تحلق فوق مفاعل ديمونة الإسرائيلي وفوق أماكن أخرى داخل فلسطين المحتلة على أية حال الرسائل التي يجب أن تقرأ في العراق في المنطقة في كل مكان وأن مرحلة ما بعد ذهاب الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران هي ليست كما كانت عليه إقليميا وحتى دوليا قبل زيارة الرئيس الدكتور بشار الأسد إلى طهران أو قعد اللعبة تغيرت حتى لاحظتم سماحة السيد قائد النصر في لبنان سماحة السيد حسن لصلى عندما تحدث قبل الانتخابات يحث على موضوع الانتخابات اللبنانية أيضا تحدث عن استنفار عسكري قوي لقوات المقاومة وللرد ربما على بعض الحماقة ربما أقول لأنه لا تجرؤ الدولة الصهيونية اللقيطة على القيام بأي حماقة الآن في هذا الظرف بالذات ويتتذكر جيدا بل تعاني والآن هناك حديث يتكرر في الأوساط الإسرائيلية الصهيونية عن عقدة يسمونها بعقدة الثمانين كم عقدة الثمانين؟ يعني هل ستبلغ هذه الدولة اللقيطة هل ستبلغ يبلغ عمرها الثمانين عاما هي الآن تقريبا يقولون منذ العام 1948 صار عمرها 74 سنة عقدة الثمانين تؤرر ريق القيادات الصهيونية ومنهم طبعا إيروك إيهود باراك وحتى بنيامين نتنياهو عفوا وغيرهم من القيادات الصهيونية الذين يقولون ربما لا نشهد بقاء إسرائيل قدما تبلغ أو لا تبلغ الثمانين من عمرها على اعتحال تذكروا جيدا وعليكم أن تفهموا جيدا ويفهم الأقليم بشكل خاص أن المعادلات الأقليمية والدولية تتغير العالم كله يتغير ابقوا معنا لماذا يخشى بايدن من العودة إلى الاتفاق النووي وما الذي يجعله مترددا وهو يريد العودة إلى هذا الاتفاق وكان قد وعد به في الانتخابات التي فاز بموجبها على الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الذي كان قد انسحب من هذا الاتفاق النووي في الحقيقة هناك الكثير من التكهنات لكن أنا لاحظت مقالا بارزا ومهما جدا طبعا الكثير من المقالات كتبت وتكتب في هذا الإطار يتحدثون عن موضوع شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية كونه شرط أساسي من شروط الجمهورية الإسلامية يتحدثون عن دور إيران في المنطقة يتحدثون عن الانتقام للشهداء قادة النصر القائد قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس لأن إيران تعلن باستمرار أنها ماضية بهذا المشروع طبعا حتى من الشروط التي يعني من الإسريبات التي تتحدث عنها الصحف الأمريكية بشكل خاص وبعضهم ينقل مباشرة عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية مثل وزير الخارجية أنتواني بلينكين وروبرت مالي المسؤول عن هذا الملف الآن هو يوصب بأنه المبعوث الأمريكي للمسألة الإيرانية وكان قد يعتبر أحد اكبار المفاوضين في هذه المفاوضات يتحدثون أن نعم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تشطب اسم الحرس الثوري من قائمة المرضمات الأرهابية لكنها طلبت من الجمهورية الإسلامية أن تتعهده ولو لفظيا بأن لا تنتقم من قتلة الشهيدين قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس طبعا الحديث عندما يجري في المفاوضات هو يعني يطرح اسم الشهيد القائد قاسم سليماني على أساس أنه إيراني وإيران تتحدث بصفتها يعني هذا قائد من قادتها العسكريين الرسميين ومستشار كبير كان يدعم العراق في حربه ضد الأرهاب التي يزعم الأمريكان أنهم لا يزالون يخوضون حربهم العالمية الدولية ضد هذا الأرهاب أو ضد داعش وشكلوا قوات سموها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمحاربة الأرهاب نفس هذا الائتلاف الدولي وعلى رأس الولايات المتحدة الأمريكية يجون يحذفون من المعادلة الشهيد قاسم سليماني ويحذفون ويحذفون من المعادلة الشهيد أبو مهدي المهندس الذين كان لهم دور بارز وهذا معروف جدا في اعترافهم في الحرب على الأرهاب فيريدون من الإيرانيين يعني على الأقد أعطونا ضمانات في هذا الموضوع الإيرانيين يقولون إحنا ما هذا المنظور ما هذا استراتيجية نهائية خلاص ما في مجال النقاش حوله بعدين شنو علاقة هذا بالاتفاق النووي الاتفاق النووي موضوع التخصيب ويرانيوم وتقنيات وأن لا تصنع إيران قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات هذا هو الاتفاق النووي ما كوشي اسمه حتى موضوع الصواريخ موضوع الطائرات المسير أصلا لم تكن مطوحة أبدا في الاتفاق النووي الذي تم التوصل له في 2015 وصادق عليه مجلس الأمن الدولي بالقرار الدولي في ٢٢١ و٣ هسه صحيفة نيورك تايمز على سبيل واحدة من الصحف المهمة أنا لحظت مقال يتكخم أو يتهكم عفوا يتهكم ويسخر كثيرا من قضية أولا من الرئيس الأمريكي الحالي ومن الرئيس الأمريكي السابق ومن موضوع إدراج الحرس الثوري على قائمة المنظمات الإرهابية يقولون يعني ما صايرة في العالم ما صايرة في العالم لم يتم تطبيق هذا التصنيف مطلقا على جيش أجنبي على أساس تجدون أنتوا ترضون وتسمون ملظمة أرهابيهم بعدين تكتب تقول لا يمكن صحيح يعني العادة أن الرؤساء عندما يخلقون وعودا لا يستطيعون أن ينفذوا كل وعودهم بس قضية النووي النووي والعودة للاتفاق النووي يعتبر يعني من أهم الموضوعات التي طرحها الرئيس الأمريكي الحالي بايدن في حملته الانتخابية تنجي شوية ستبرر لكن في نفس الوقت تسخر منه تقول لا يمكن لأي رئيس أن ينفذ كل شيء في برنامج حزبه بالطبع لكن السيد بايدن لن يلغي حتى السياسات لم يقوم بإلغاء حتى السياسات التي فرضها الرئيس الذي هزمه يعني ترامب ويعيد سياسات الرئيس الذي خدمه يعني أوباما وعلى رأسها طبعا النووي وفي حالة إيران نيويورك تايمز فإن عدم الرغبة في ذلك أمر سخيف وخطير كلام الصحيفة بتقول إنه أمر سخيف ليش لأنه لم يكن هناك سبب وجيه لتصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية أجنبية في المقام الأول حتى فعل السيد ترامب ذلك في عام 2019 حتى يقدر يجرؤ على أن يفعل ذلك إجاء ترامب فعله بتقول طبعا لم يتم تصنيف أي جيش أجنبي بهذه القائمة على الإطلاق زين أستدقون حتى بعض المعلقين الذين يعارضون تصنيف الحرس الثوري منظمة إرهابية في الولايات المتحدة الأمريكية لأنهم يعتقدون أن ذلك من شأنها يزعج ألفاء أمريكا كالمملكة العربية السعودية وإسرائيل يعني إرضاء لهما حتى هؤلاء يعترفون بأن هذا التصنيف لا يفعل شيئا لكبح جماح الحرس الثوري وطبعا هنا يقول كما اعترف ماثيو لفيد في معهد واشنطن المتشدد تذكروا معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في مارس الماضي لأن التصنيف ليس لا فائدة عملية تذكر في مساعدة حكومة الولايات المتحدة على التعامل مع الحرس الثوري الإيراني بعدها تجي الصحيفة تقول أن أكثر النتائج الملموسة لتصنيف الحرس الثوري منظمة أرهابية أجنبية ومنع الأعضاء السابقين من دخول الولايات المتحدة لكن من المشكوك فيه لأن العديد من الجنرالات الإيرانيين الذين يواجهون بالفعل مجموعة من العقوبات الأخرى يخططون لعطلات أمريكية قالت الحرس الثوري يقضون العطلة في الولايات المتحدة الأمريكية بالأعقل إذن شنو نسوي لأقوبات فقط لكي تعرق العودة طبعا هم ينتقدون بايدن إطراب عفوا لكي يعرق العودة بايدن للاتفاق وفي نفس الوقت ينتقدون بايدن يقول أنت خايف من شنو أنت خايف من شنو وليش ما ترجع طبعا هناك كلام دائما يكرروا الأمريكان الحاليين تحديدا مثل بلينكين في أمام الكونغرس يقولون يا بترى إذا ما رجعنا إلى الاتفاق النووي فإن إيران على الأقل يعني إذا استمرت على هذه وتيرة تخصيبها لليورانيوم ففي الخريف المقبل ستكون علقاء بقوسين أو أدنى من إنتاج قبلة النووية أنا من وجهة نظري هذا الكلام طبعا هو غير صحيح بسهم يقولون حتى يوجدون مبرر للعودة إلى هذا الاتفاق النووي لأن أمريكا بحاج أمريكا ترام وأمريكا بايدن بحاجة إلى العودة إلى الاتفاق النووي بحاجة إلى العودة للاتفاق النووي وهم يعرفون جيدا أن أمامهم مثال الكوريا الشمالية كوريا الشمالية عضو كانت في منظمة أو معاهدة عدم الانتشار النووي انسحبت في العام 2003 من هذه المعاهدة وإيران بإمكانها أن تنسحب من هذه المعاهدة وذلك الوقت لا تفتيش عادي ولا تفتيش مباغة لإيران بالإضافة إلى أنها عضو في معاهدة الحد من الانتشار النووي هي أيضا موافقة على البروتوكول الإضافي الذي يسمح بتفتيش منشآتها النووية بطريقة مفاجئة وذلك الوقت يعني ممكن تكون إيران قريبة ممكن أقول قريبة بنإنتاج سلاح النووي تستخدمه للردعي كما تفعل كوريا الشمالية إذن فيما يتعلق بإيران تريد إدارة بايدن أن تلعب دورها بأمان لكنها لا تستطيع ومن الأفضل أن تفعل ما هو صحيح كما تقول صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إذن نحن مقبلون على تغيرات كثيرة وأنا قلت لكم في المحور الأول العلاقة الإيرانية السورية التموضع الجديد لروسيا في سوريا والأزمة الموجودة الحالية في أوكرانيا وأيضا عودة الرئيس الأمريكي عن بعض أولويات الآن يقولون أنه يفكر بشكل جديد في الاهتمام مرة أخرى بالملف الآسيوي عن الصين وغير الصين وكوريا وطبعا إيران والشرق الأوسط وهذا يعني أن هذا الاتفاق سيكون وشيكا وإذا حصل ذلك سيلقي بتداعياته على المنطقة والغراق بشكل حق ابقوا معنا العدوان العدوان على اليمن المستمر رغم أن الهدن موجود هو سفك للدماء وسفقة للنفط والغاز والثروات وهذا هو فصل الخطاب في كل هذه الخبطة التي بدأت بشكل رسمي في عدوان 2015 نحن الآن تجاوزنا السنة السابعة في هذا العدوان هذه الحرب العبثية التي لم يصل فيها السعوديون إلى تحقيق مآربهم السياسية يقولون أن يريدون أن يقطعوا ما يسمونها بيد إيران في اليمن لكنهم دمروا هذا البلد الجميل وقتلوا عشرات الآلاف من هذا الشعب الجميل ويسرقون أمواله ونفطه على قدم وساق أحبائي تسربت معلومات مهمة جدا وخطيرة لأن هذا المجلس القياد الرئاسي الذي شكلته المملكة العربية السعودية في أبرل نيسان الماضي بعد انتهاء صلاحية الرئيس المخلوع المعزول المستقيل رئيس الفنادق منصور عبد منصور هادي أمرت هذا المجلس بالالتزام بدفع ما تسميه هي تعويضات قسارتها وخسائرها من هذه الحرب العبثية السعودية تقدر خسائرها بنحو 200 مليار دولار في اليمن ولهذا هي أجبرتهم على أن يقدموا تعهد أو عقد صفقة بأن يجري دفع هذا المبلغ من منابع النفط اليمنية يجوا وقسموا ثروات أعطوا يزيرة تقطرة ضعوها بعقيد صفقة للأخوة في الإمارات بصفقة يستمر 99 سنة وبقية الجزر هناك جزر أخرى وهذه الصفقة كان قد كشف عنها سابقا في أواخر السنة الماضية موقع أمريكي اسمه هيرالد تريبيون كشف أن هناك صفقة بين منصور هادي وبين المملكة العربية السعودية تمنع اليمن من استغلال النفط أو استثمار النفط والتنقيب فيه لصالع شركة توتال بالتوافق مع السعودية والقبض والمال والدفع كله بيد المملكة العربية السعودية يا بشنو والله اليمني هسا اليمنين يعني فوق حقه دقة اليمنين هم لازم يدفعون خسائر الحرب العبثية العدوانية التي شنتها المملكة العربية السعودية والكارثة أن هذه الأموال التي تأخذ من الأرض اليمنية من الثروات اليمنية تشتري بها أيضا لا تزال المملكة العربية السعودية الأسلحة من الولايات المتحدة من بريطانيا من ألمانيا من فرنسا لا تزال منكم شغل بالكلام الذي تطلقه الولايات المتحدة والله يوقفت مبيعات الأسلحة هذا بالإعلام البريطانيين لا يزالون يقول لك نحن محتاجين هذه الأموال لتحسين أوضاعنا الاقتصادية والآن تشوفون أنتو أكو أزمات اقتصادية كبيرة خاصة هذه الأزمات بعد التطورات التي جرت في أوكرانيا الآن أشوفها سألانا في بريطانيا الأسواق في بريطانيا وأشوفها في دول أوروبا هم غلاء تضخم كبير وهم في نفس الوقت أصلا يكون شحة في الكثير من المواد الغذائية وغيرها ومن الذي يعوضهم ويساهم في تحسين أداء اقتصادهم المملكة العربية السعودية ومبيعات الأسلحة مع كل الأسف قلنا أن السعودية ألزمت هذا المجلس بالتوقيع على معاهدة أو صفقة تمكن السعودية من سرقة النفط اليمني وبيعها بالطريقة التي تشاء وطبعا هذا يعني أن السعودية تقتل اليمنين بأموال اليمنين طيب لازم تعرفون إخواني وأخواتي أن هذا الموضوع مبيت في العام 2013 يعني قبل أن تقوم المملكة العربية السعودية من الولايات المتحدة بإعلان حربها العبثية عام 2015 العام 2013 كانت هناك دراسات أمريكية نشرتها قنوات فضائية أمريكية مثل فوكس نيوز كشفت أن اليمن اليمن لديه احتياط حائل من النفط اكتشاف اكتشافات نفطية فقط في منطقة بمحافظة الجوف الجوف شمال اليمن رشحت اليمن وجعلتها لتصبح أحد أكبر الدول المصدرة للنفط في المنطقة بما ينافس السعودية ويضعف دور السعودية الريادي المكرس لخدمة الغرب نفط لخدمة الغرب كما تعلمون قالت أحدها تلك الدراسات أن اليمن قادر على تصدير ما بين مليونين هذا في يوم 13 ها نقول لكم قادر على تصدير ما بين مليونين إلى 5 مليون برميل يوميا فقط من هذه المنطقة من حقول الجوف وحدها وأكدت التقارير الرسمية الأمريكية ها آنذاك أن الجوف منطقة الجوف تتضمن حقلا نفطيا كبيرا يعد ثالث أكبر حقل نفطي في الجزيرة العربية يعني بما فيها المملكة العربية السعودية وبهذا الأمر طبعا بالتأكيد يجعل المملكة العربية السعودية تقوم بهذه الحرب العبثية طبعا تحت غطاء سياسي وغطاء مستشارين إيرانيين وقطع اليد الإيرانية وصال لك أنت سبع سنين ولا وجدت إيراني واحد إيراني واحد غير أسا تقولون يابا إيران موجودة إيرانيين يقولون نحن موجودين في سوريا عندنا مستشارين وبعضهم يستشهد ويتم تشييع جناسته بفخر واعتزاز حزب الله لبناني يقول أنا موجود في سوريا من يستشهد واحد أصلا يفتخرون بي من يستشهد لبناني من حزب الله في سوريا يشيعو ويقوم هذا من حقوق ويفتخرون بي الشهادة فقط لدى إيران ولدى حزب الله وعموم محور المقاومة وما يضيعون حقه يشيعوه ويسوه لضريح في اليمن سبع سنوات أكثر من سبع سنوات لم يعثر لا السعودي ولا الأمريكي ولا الفرنسي ولا البريطاني ولا حتى حليفهم الإسرائيلي الذي يستخدم الجو لشن غارات على اليمن لصالح الكيان السعودي وتحالف العدوان ما طلعوا لكم واحد أسموه ذاك يوم وقفوا الطيران هو واحد من أساسيات الهدنة الإنسانية هي أن يسمح لمطار صنعاء باستئناف رحلاته وكان الشرط السعودي أنه الرحلات تتم عن طريق الأردن يا أبا ما يخالف يا أبا وقفوا الطائرة الأولى مفروض الطير يا أبا ليش يقولوا لي أنه فيها مستشارون إيرانيون وليش ما تخلهم يرطلعون أما تعتقلوهم في مطار كما قلنا لكم في حلقة سابقة في مطار عمان أو تخليه يطلع وما تريد اليمن بها احتلال إيراني يعني بخلي طلعون لا لا هذه كده واجهات طبعا هناك أعقاد طائفية هناك أطماع سعودية قديمة هناك ثلاث محافظات على الحدود السعودية اليمنية هي يمنية مجران جيزان وهذه معروفة يمنية تمت السيطرة عليها وفق مثل هذه المعادلات السهمية يريدون شوي شوي أن يسيطرون على بعض الأراضي لكن التركيز على عقود نفطية والله والله الحكومات اليمنية هي تعاقد تعاقدت معنا على هذه العقود وهذا النفط نحن نأخذه وطبعا الواجهة هي توتال فالمهم أن دول العدوان تتسابق على سرقات ثروات اليمنيين لكن اليمنيين قالوها ويقولونها باستمرار ستندمون الآن هذه مو قلنا الهدن نحشينا عن الهدنة ومفروض تنتهي خلال أيام يعني هدنة لمدة شهرين والله من أشوف وسائل التواصل الاجتماعي وأشوف تعليقات اليمنيين المعروفين يعني المشهورين اللي يظهرون في وسائل التواصل أو في القنوات الفضائية يدافعون عن الحق اليمني بل حتى عندما تقرأ تغريدات السيد الملك عبد الملك الحوثي الأخيرة وخطاب الأخير طبعا هو لا يغرد عنه ألقى خطابا أخيرا تحدث فيه عن القدوة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم ومتشوف المواقع الرسمية التابعة للأخوة في أنصار الله وحلفائهم تجد هناك شوقا كبيرا من اليمنيين بانتهاء الهدنة يقول لك نريد نقاتل لأن حقنا لا يؤخذ لا نستطيع أن نحصل على حقنا بهذه الطريقة هدنة وأنت أنت في نفس الوقت تنتهك وبعدها يتحمل المسؤولية الانتهاك للأخوة في اليمن لا لا خليها حرب ومقالوها بكل صراحة قالوها ما قبل الهدنة ليس كما بعد الهدنة ما قبل رمضان ليس كما بعد رمضان وقال الأخ السيد عبد الملك الحوثي كلاما واضحا وصريحا قال لهم ستندمون لأمان اشتركوا في القناة